الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أفضل صلاة وأتم تسليم أما بعد حياكم الله أخواني الطلاب والطالبات في مادة توحيد واحد أهلا وسهلا بكم اليوم معنا كما ترون على الشاشة درس جديد وهو مفهوم توحيد الألوهية ما هي أهداف درسنا لهذا اليوم؟ الهدف الأول أن يتعرف الطالب على مفهوم الألوهية والهدف الثاني أن يستدل الطالب من القرآن على توحيد الألوهية وبإذن الله سبحانه وتعالى سنبين لكم هذا الأمر في هذا الدرس بإذن الله سبحانه مر معنا في دروس سابقة في أول ما أخذنا أنواع التوحيد وأقسام التوحيد ذكرنا لكم أن أنواع التوحيد ثلاثة من يذكرها؟ ما رأيكم؟ ما هي أنواع التوحيد؟ وهذه مسألة مهمة ينبغي أن تحفظ وتكرر فما هي أنواع التوحيد؟ ما رأيكم؟ الأول نعم توحيد الربوبية والثاني توحيد الألوهية يا سلام والثالث نعم توحيد الأسماء والصفات توحيد الأسماء والصفات فهذه أنواع التوحيد الثلاثة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات اليوم بإذن الله سنأخذ توحيد الألوهية سنأخذ توحيد الألوهية مر معنا في دروس ماضية عن توحيد الربوبية وقلنا لكم إخواني وأخواتي الطلاب والطالبات أن توحيد الربوبية شرعاً هو إفراد الله بأفعاله إفراد الله بأفعاله فمن أفعال الله الخلق والرزق والإحياء والإيماتة كما ترون هو التصديق الجازم بوجود الله تعالى وأنه سبحانه هو المتفرد بالملك والخلق والرزق والتدبير وأنه المحي المميت سبحانه وأنه النافع الضار المتفرد بإجابة الدعاء وإغاثة الملهوفين وهذا كله متعلق بتوحيد الربوبية وقلنا لكم أن الله سبحانه وتعالى لا بد أن نعتقد إذا وحدنا الله في توحيد الربوبية فنعتقد أن لا خالق ولا رازق إلا الله وحده سبحانه وتعالى وكذلك ولا معطي ولا مانع إلا الله وحده وكذلك ولا مدبر لأمر العالم غيره سبحانه وتعالى فما شاء كان وما لم يكن لا تتحرك ذرة إلا بتقديره ولا يجري حادث إلا بمشيئته سبحانه وتعالى وقد مر هذا معنا في توحيد الربوبية وذكرناه لكم وقلنا لكم أن الدليل على هذا التوحيد العظيم الأدلة كثيرة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وذكرنا لكم هذا الدليل وهو قوله جل وعلا الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى فهذا من الدلائل والأدلة العظيمة على توحيد الربوبية ثم ذكرنا لكم صورا من توحيد الربوبية فنريد أن نتذكر معا نعدد صورا من توحيد الربوبية حاول أخي الطالب وأختي الطالبة أن تفكر في صور وأمثلة على توحيد الربوبية لكن نرتبط بدرسنا هذا اليوم ما رأيكم من أمثلة ذلك الخلق فالخلق من أفعال الله جل وعلا فنعتقد أن الخالق هو من؟ هو الله جل وعلا ولا خالق إلا الله سبحانه وتعالى كذلك أيضا الرزق فالله هو الرازق سبحانه وهو الرزاق جل جلاله فلا رازق إلا الله سبحانه وتعالى وكذلك التدبير فهو مدبر الكون سبحانه وتعالى فلا تتحرك ذرة كما قلنا لكم قبل قليل إلا بإذنه جل جلاله ثم قلنا لكم أيضا في توحيد الربوبية مسألة مهمة لماذا يستحيل أن يكون للعالم أكثر من إله لماذا قلنا أن لا بد أن يكون الخالق هو الله جل وعلا وأن الخالق لا يمكن أن يكون معه خالق آخر ومعه إله آخر يتصرف في هذا الكون وقلنا أن هذا الأمر عقلي ونقاش عقلي يبين بطلان هذا الأمر أنه يستحيل عقلا أنه يوجد أكثر من إله في هذا العالم الكبير تأملوا معي ذكرنا لكم أن من الأسباب التي تثل على هذا الجواب أنه يستقل كل إله بخلقه وسلطانه هذا احتمال عقلي فإنه سيستقل كل إله بسلطانه وهذا ممتنع فالعالم الذي نحن فيه ونشاهده فهو منتظم هذا العالم منتظم انتظاما دقيقا يستحيل أن يكون معه هذا الأمر فلا يقبل العقل هذا الاحتمال وهذا السبب أيضا آخر أنه لو كان هناك إله آخر مع الله جل وعلا وكان أكثر من إله في هذا العالم فإنه سيكون أنه يعلو بعضهم على بعض فسيعلو بعضهم على بعض وهذا ممتنع أيضا لأن علو بعضهم على بعض ما نتيجته؟ نتيجته سيكون دمار يصيب العالم وهذا ليس واقع موجود نحن نحسه وندركه في هذا الكون إنما هو بانتظام وترتيب بديع فيدل على أنه لا يوجد إلا خالق واحد وهو الله رب العالمين سبحانه وتعالى ثم قلنا لكم هل يكفي توحيد الربوبية لينجو الإنسان من عذاب الله تعالى؟ لو آمن الإنسان بتوحيد الربوبية فقط هل يكفيه ذلك؟ ما رأيكم؟ الجواب بلا شك أنه لا يكفيه لا يكفيه هذا الأمر لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قاتل كفار قريش مع إقرارهم بتوحيد الربوبية فهو قاتلهم وقال الله سبحانه وتعالى وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ فَهُم مُقِرُونَ فَهُم مُقِرِّين بِتَوْحِيدُ الْرُّبُّبِيَّ لكن هذا ما منع النبي السلام أن يقاتلهم لأنه لا بد أن يأتون بتوحيد الألوهية بتوحيد الألوهية وهو ما سنتكلم فيه في درسنا هذا اليوم مفهوم توحيد الألوهية نحن عرفنا أن توحيد الربوبية هو إفراد الله جل وعلا بأفعاله سبحانه وتعالى أما توحيد الألوهية فمتعلق بالعباد بأعمال العباد وكلمة توحيد نفس ما كان معنا في توحيد الربوبية فنقول إفراد أيضاً تأملوا الألوهية قبل أن نعرف توحيد الألوهية الألوهية في الشرع هو المعبود محبة ورجاء وخوف وتعظيم الألوهية هو المعبود محبة ورجاء وخوف وتعظيم مأخوذ من إيش؟ مأخوذ من إله مأخوذ من إله تأملوا فالإله هو من تألهه القلوب فهذه الألوهية هو الذي عبد تعظيماً وخوفاً ورجاء مأخوذ من الإله التي تألهه القلوب فإذا تقرر هذا وعرفنا ما هو الإله وعرفنا الألوهية ما هي استطعنا أن نخرج ونستنتج تعريف توحيد الألوهية فما هو تعريف توحيد الألوهية؟ هو إفراد الله بالعبادة العبادة ما هي؟ أفعال من؟ هي أفعال العباد فتوحيد الربوية إفراد الله بأفعاله وتوحيد الألوهية إفراد الله بأفعال العباد بأفعال العباد ونعبد الله بهذه العبادة فلا نعبد غير الله جل وعلا تأملوا معي الشاشة بأن يعبد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له وأن تصرف جميع أنواع العبادة وحده لله جل وعلا كالدعاء والنحر والمحبة والخوف وكذلك الرجاء والتعظيم وسائر العبادات فإذا أتيت إلى الخوف فالخوف العظيم العبادة أنك تعبد بعبادة الخوف لا تكون إلا لله جل وعلا وأنواع العبادة كثيرة منها الخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والذبح والنذر كلها لله جل وعلا تجعل هذه العبادات خالصة لله فلا تستغيث بغير الله جل وعلا ما تدعو غير الله إلى قبر أو إلى ولي أو إلى نبي إنما تعبد الله جل وعلا فإذا أخلصت العبودية لله فإنك وحدت الله بتوحيد الألوهية ولذلك أخواني وأخوات الطلاب والطالبات نحن نقرأ في صلواتنا في كل صلاة في اليوم نقرأ سبعة عشر مرة هذا التوحيد فنقول إياك نعبد وقدم الضمير للحصر أي لا نعبد إلا أنت يا الله وهذا من كمال التوحيد فأنك تقول إياك نعبد وإياك نستعين فهذا توحيد الألوهية التي ذكره الله سبحانه في مواضع كثيرة بل ما أنزل الله الكتب وما أرسل الله الرسل إلا من أجل هذا التوحيد كما سيأتينا بإذن الله في درسنا القادم أهمية توحيد الألوهية يقول الله جل وعلا في هذا التوحيد توحيد الألوهية قل إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين ثم قال بعدها لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وهذه الآية دليل على توحيد الألوهية فقال إن صلاتي عبادتك هذه متعلقة بالعبد صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله فأنت تفرد الله بهذه العبادات فلا تعبد غير الله جل وعلا ثم أكد هذا الأمر قال لا شريك له ثم قال وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين والإسلام الاستسلام لله بالتوحيد أي توحيد الألوهية توحيد الألوهية فلا يتحقق إسلامك بتوحيد الربوبية لابد أن تأتي بتوحيد الألوهية لكي تكون مسلما لله جل وعلا وتوحيد الألوهية تأملوا هذا الكلام العظيم انظروا إلى هذا الكلام إخواني وأخواتي فليس للقلب سعادة ولا لذة تامة إلا بعبادة الله تعالى وأيضا بالإعراض عن عبادة ما سواء فإن اللذة والفرحة والنعيم التام إنما هو في محبة الله تعالى والتذل له سبحانه تعالى والإفتقار إليه جل وعلا تنظر إلى هذه العبادة العظيمة الذي خلقك هو الله الذي رزقك هو الله الذي أكرمك وأنعم عليك هو الله سبحانه وتعالى فكيف تصرف العبادة لغيره هو بيده كل الكون فلا نعبد إلا الله جل وعلا لأنها هي اللذة الذي خلقك يعرف ما هو الذي تحتاج إليه من سلامة قلبك واطمئنان نفسك لا يكون إلا بهذا التوحيد العظيم كما هو موجود فليس للقلب سعادة ولا لذة وكل ما نظر إنسان من سعادات الدنيا فهي سعادة وهمية إن لم يكن مؤمنا بالله سبحانه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي آمنوا إيمانا تام بتوحيد الألوهية ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك ماذا قال الله أولئك لهم الأمن التام وأولئك لهم الأمن وأولئك هم المهتدون هداية عظيمة في قلوبهم وفي أعمالهم وفي دنياهم وفي أخراهم انظر إلى هذا النشاط المهم جدا عدة سبل تحقيق المحبة لله جل وعلا التي تحصل بأداء الصلاة عبادة من عبادات وكل عبادة لها آثار عظيمة في قلبك توصلك إلى حب الله فكلما قربت إلى الله بالنوافل واجتهدت في هذه الطاعات كلما زاد حبك لله وكلما حبك الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فهذه الصلاة كيف أصلي صلاة توصلني إلى حب الله جل وعلا كثيرة جدا أذكر لكم هذه الصور اليسيرة وهي عظيمة في بابها تأملوا معي أول خطوة من الخطوات العملية أخواني وأخواتي تحقيق الطمأنينة والخشوع فيها إذا أتيت إلى صلاتك وأنت كذلك إذا أتيت إلى صلاتك فإذا وقف العبد أمام ربه جل وعلا اشتشعر هذه العظمة فوقف بالطمئنان وخشوع لله جل وعلا هذه الصلاة بالخشوع وترك الوسواس مما يزيد قلبك بحبا لله لماذا؟ لأن الصلاة صلة بين العبد وربه هذه الصلة لا تتحقق إلا إذا كانت صلاتك باطمئنان وخشوع فتحصل على هذه الثمار العظيمة هذه الثمار العظيمة أيضا في الصلاة مما يعينك على الطمأنينة والخشوع هذا الأمر استشعار أن الله يخاطبك في الصلاة وقد قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا التفسير؟ أنه نعم الصلاة معناها سورة الفاتحة فمن أسماء الفاتحة الصلاة وهي الركم من أركان الصلاة فإذا صلى العبد وقرأ الحمد لله رب العالمين يقول الله في الحديث القدسي حمدني عبدي فهو يسمعك ويخاطبك ثم تقول الرحمن الرحيم فيقول الله أثنى علي عبدي فتقول مالكي يوم الدين فيقول الله مجدني عبدي فتقول إياك نعبد وإياك نستعين فيقول الله هذه بيني وبين عبدي ثم تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فيقول الله هذه لعبدي ولعبدي ما سأل فتبدأ تدعو وتستشعر هذا المعنى في ركوعك تركع فتعظم الله ثم بعد الركوع ماذا تقول سمع الله لمن حمده الله يسمع كلامك استشعار هذا المعنى في صلاتك أخواني وأخواتي الطلاب والطالبات في هذه العبادة العظيمة مما يشعر القلب بحب الله جل وعلا فتحقق ما أراده الله من الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فتتحقق العبودية التامة بالصلاة لأن الصلاة جمعت تمام العبودية كمال الذل لله مع كمال الحب والتعظيم لله جل وعلا نتحقق من فهمنا لدرسنا في هذا اليوم أخواني وأخواتي نجيب على الأسئلة التالية ذكرناها قبل قليل السؤال الأول عرف الألوهية في الشرع ما رأيكم؟ حاول تتذكر من خلال ما أخذت قبل قليل أخي وأختي الطالبة ها ما رأيكم؟ نعم بلا شك الجواب هو المعبود محبة ورجاء وخوفا وتعظيمة السؤال الثاني عرف توحيد الألوهية وهذا مهم أن يحفظ ويكون راسخا في القلب ذكرنا أن توحيد الربوهية إفراد الله بأفعاله وذكرنا قبل قليل توحيد الألوهية هو إيش؟ نعم إفراد الله بالعبادة إفراد الله بالعبادة أذكر أمثلة على توحيد الألوهية الأمثلة كثيرة أذكر أمثلة يا سلام مثل الدعاء تدعو الله ولا تدعو غير الله جل وعلا تطلب الدعاء من الله سبحانه وتعالى كذلك النحر لا تنحر لغير الله جل وعلا كذلك الخوف لا تخاف خوفا شرعيا إلا لله جل وعلا وكذلك الرجاء فلا ترجو إلا الله جل وعلا وسائر العبادات كلها لله قل إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين بهذا نكون قد انتهينا من درسنا لهذا اليوم نسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والهدى والتقى والسداد ونلقاكم بإذن الله في درسنا القادم وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته